على صعيد آخر وبمناسبة ذكرى الاعتداء على كتدرائية سيدة النجاة في بغداد وجه غبطة البطريارك مار أغناطيو سيونان بطرياركو السرياني رسالة إلى رئيس أساقفة بغداد مار أفرام والكهنة والمؤمنين في الأبرشية يستذكر فيها هذه الجريمة النكراء التي يندى لها جبين الإنسانية حيث يتطلع غبطته إلى إعلان تطويبهم ورفعهم على المذابح داعيا إياهم إلى تكثيف الصلوات من أجل هذه النية السامية وناشد البطريارك أغناطيو سيونان أبناء العراق الواحد أن يحافظ على المحبة والألفة والمساواة بين جميع مكونات الوطن متضرعا إلى ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أن ينشر سلامه وأمانه في العراق وبلدان شرقنا والعالم بأسره